من أغرب الأسئلة اللي جات لنا على الصفحة إن واحد بيسأل بكل بجاحة وبكل وجه مكشوف كده ويقول هو ينفع إن أنا أتجوز أخت مراتي أو ينفع أتجوز عمتها أو خليتها وبيسأل كده وهو مبسوط يعني والأمر طبيعي وبيقول كده إن أنا حبيت التعامل معاهم بسبب إنهما كانوا بيزورونا كتير والحياة بيننا فريشة وحلوة وأنا بروح برحتي وهم بييجوا برحيطهم فعجبني أسلوبها قوي وعجبني كلامها وطريقتها لدرجة إن أنا تمنيت إن أنا أتجوزها فهل فعلا هي تحل لي ولا لا تحل لي وعشان بقى تعرفوا الرد على السؤال البيجح ده تابعونا للنهاي السلام عليكم ورحمة الله طبعا السؤال اللي حضرتكم سمعتوه في المؤدمة ده يدل على إن فيه تسيج في التعامل في البيوت الزوجية أيوة والله بجد كده تلاقي زوج بيروح يزور أهل امراته ويتعامل معاهم معاملة عادية خالص كأنهم بجد هو منهم وهم منه ما بتكلمش طبعا عن حماه وحماته فالعلاقة بينهم هنا أكبر مما تتخيلوا لكن أنا بتكلم عن إخوات الزوجة وعمات الزوجة وخالات الزوجة يعودوا قدام زوج أختهم على إنه أخوهم يعني ممكن بشعرهم لبس البيت والكلام ده كله أخينا اللي بيسأل السؤال ده بسبب الأمور دي بدأ يحب أخت امراته وبدأ يتمناها ويتجوزها وده أصلا لا يحل لي بأي حال من الأحوال مدامت زوجته موجودة على ذمته وعصمته لأن ربنا حرم الجمع بين الأختين فقال جل وعلا في كتابه في صورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وروحوا على طل آخر الآية حتلقوا ربنا بيقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يبقى لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها وكذلك المرأة وعمتها والمرأة وخليتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم وركز معي كويس هنا لأن الحرم هنا حرم مؤقتة عرفني يعني إيه تحرين مؤقت يعني تحرين متوقف على سبب وهو بقاء الزوجية بين الرجل وزوجته لكن لو الرجل طلق زوجته وانتهت عدتها وحطوها بين قسين وانتهت عدتها وبأكد للمرة التالتة وانتهت عدتها فيحل له في هذه الحالة أن يتجوز أختها أو عمتها أو خليتها أو إذا زوجته ماتت ففي الحالة دي برضو يتجوز أختها أو عمتها أو خليتها إذا قابلوا طبعا وإذا كان الأمر بالنسبة لهم عادي فالأمر شرعا جائز مدام الزوجة توفيت أو طلقت وانتهت عدتها أما مع بقاء الزوجية ومستمرة على ذمة زوجها فلا يحل الجمع أبدا وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رجل وقال يا رسول الله إني متزوج من فلان وفلان إخوات أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها يقول صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئ وفارق الأخرى ما ينفعش تجمع بين الاتنين أبدا في نفس الوقت في دننا الإسلامي والعلماء هنا وضعوا قاعدة وقالوا لا يحل الجمع بين امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكرا لم يحل له أن يتزوج الأخرى يعني لو أختين واحدة فيهم افترضنا أن هي ذكر ما ينفعش يتجوز أختهم لو واحدة وعمتها لو افترضنا أن الواحدة دي بقت رجل لا يحل له أن يتزوج عمته يبقى إذا لا يحل الجمع بين الأختين ولا المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها والكلام ده ينطبق على الأخوات الشقيقات أو الأخوات من أم بس أو الأخوات من أب بس والرسالة النهائية اللي حابب أوجهها لكل امرأة ياريت تحفظ نفسك وتحفظ عرضك وتحفظ شرفك وياريت تتعامل مع زوج أختك على أنه رجل غريب يحل ليك في يوم من الأيام لو حصل أي حاجة مع أختك ومدام يحل ليك يبقى تتعامل معاه على أنه رجل غريب زيه زي أي حد من الشارع وكمان أقول لكل زوج وكل رجل ياريت تتعامل مع أهل زوجتك على أنهم أخواتك وياريت تنظر لهم نظرة محترمة راقية خلي بالك عشان النظرة المحرمة دي حتتحاسب عليها أضعاف مضعفة فالذنوب ليست متساوية والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه تشديد على الحفاظ على صلة الرحم وعلى العلاقة بين الناس في مسألة الزواج ركزوا كده وتعلموا دينكم كويس واعلموا لغيركم واتدل على الخير كفاعله والسلام اشتركوا في القناة